بالنسبة للأسئلة اللي هي في الحياة العمليية أمكن الأخت بتسأل عن الاختراض من المصاري في البنوك لعمل مشروعها واحد عنده محل ملابس بيحتاج لمبلغ من البنك هنا بالشراء يريد أن بنوكنا بتعمل حاجة اسمها عقد المرابحة عقد المرابحة يعني بدلا أن تعطيه نقودا ممكن أن هي تتولى الشراء البضاعة وتبيعها له نظير عائد معين للبنك بنسميه عقد المرابحة عقد المرابحة وأيضا في أبحاث الآن في الاقتصاد المعاصر اسم عقد التمويل أو الأمر بالشراء مرابحة ده بحث عندنا في جامعة الأزهر ممكن فحضرتك هنا ده مش هيدخل في الربا لأنه أنا مش بتعاقد الربا ابن القيم لخصه في كلمة جميلة قال يخلي بالك إذا كان سلعة أمام مال لا يوجد ربا لا يوجد إيه ربا إنما هو الربا في مال أمام مال نظر التأخير فأنا بنقول للبنوكنا المخرج هم معرفين الكلام ده إنه اجعلوا مرابحة بمعنى العقد الآمر بالشراء مرابحة إنك هتمول ويفضل تمول سلع زي مثلا حضرتك مواطن أراد أن يشتري سيارة فالبنك بيقول له هات المواصفات ويروح لمعرض من المعارض ويسدد للمعرض وبعدين بيدي أمر للعمير أنه يذهب إلى المعرض يستلم السيارة ثم يقصت للبنك صحيح هذه معاملة جائزة 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 ويقص عليها كل شيء يقص عليها مثلا تمول العقاري هذا جائز خدت بالحضرتك المصانع اللي هي بتنشأ وتحتاج إلى آلات كل ده الحمد لله رب العالمين اسمه عقد مرابحة جائز 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 الممنوع اللي هو مال أمام مال وبعدين فيه فوائد نظر التأخير ده اسمه ريب النسيئة ده محرم طيب